إدارة جينيك تراهن على عائدات بيع الخنوص صيفاً لتحقيق التوازن المالي آخرهم الصيباريو لعنة الإصابات تضرب لاعب المنتخب قبل تجمع مارس الزروري يسجل أول هدف له رفقة هال سيتي في شباك ساوث هامتون قال رئيس جينيك البلجيكي بيتر كرونين إن إدارة النادي تتبع استراتيجية محددة لتحقيق التوازن المالي وذلك من خلال بيع بعض لاعبيها خلال كل فترة انتقالات وتعويضهم بآخرين بتكلفة مالية مدرسة وتوقع المتحدث نفسه حسب تقارير إعلامية بلجيكية أن يكون الدولي المغربي بلال الخنوص أغلى صفقة انتقال خلال الصيف المقبل خصوصا في ظل الأداء المميز الذي يبصم عليه في الدوري البلجيكي والذي يسيل لعاب مجموعة من الأندية في الدوريات الخمس الكبرى ويرتبط الخنوص بعقد مع ناديه جينيكا البلجيكي إلى غاية 2027 علما أن قيمته في سوق الانتقالات ارتفعت في آخر تحديث لمنصة ترانسفر ماركت إلى 22 مليون يورو كأغلى لاعب في الدوري البلجيكي جدير بالذكر أن اسم بلال الخنوص يرتبط منذ فترة بمجموعة من الأندية من مختلف الدوريات الأوروبية مثل مارسيليا الفرنسي وغلطة سريد تركي وبروسيا دورتموند الألماني ومانشستر يونيتد الإنجليزي آخرهم الصيباري لعنة الإصابات تضرب لاعب المنتخب قبل تجمع مارس تعرض الدولي المغربي إسماعيل الصيباري لإصابة في مباراة فريقه بي أس في إندهوفن الهولندي أمام بروسيا دورتموند أمس لحساب ذهاب ثماني نهائي دوري أبطال أوروبا لم تتحدد طبيعتها ومدى خطورتها بعد وظهر الصيباري في الدقائق الأخيرة من المباراة متأثرا بآلام في الركبة جعلته يغادر أرضية الملعب في الدقيقة ثلاثة وثمانون ويترك مكانه لزميله مورو جونيور ومن المرتقب أن يخضع الصيباري لفحوصات دقيقة خلال الساعات القليلة المقبلة للوقوف على مدى خطورة الإصابة التي تعرض لها وما إذا كانت ستضطره للابتعاد على الميادين في المباراة المقبلة وضربت لعنة الإصابات عددا من لاعب المنتخب المغربي الذي سيدخل معسكرا إعداديا مارس المقبلة منهم نصير مزروي الذي يعاني من تمزق عضلين في الفخذ الأيسر فضلا عن الثنائي حكيم زياش وسفيان بفال الذين ما زال يعانيان من الإصابة التي تعرض لها مع الأسود في نهائيات كأس أمم إفريقيا الزروري يسجل أول هدف له رفقة هال سيتي في شباك ساوث هامتون سجل الدولي المغربي أنس الزروري أول هدف له رفقة فريقه الجديد هال سيتي في شباك ساوث هامتون الثلاثاء ضمن الجولة التسعة وعشرون من دور الدرجة الأولى الإنجليزية شامبيونشيب وأسهم الأسد الأطلسي في فوز هال سيتي على ساوث هامتون بهدفين لهدف حيث افتتح باب التسجيل في الدقيقة الأحد عشر من عمر الشوط الأولي واحتفى الفريق الإنجليزي بهدف الزروري عبر الحساب الرسمي لهال سيتي بموقع التواصل الاجتماعي اكس معلقا يا لها من بداية وكان الدولي المغربي أنس الزروري المعار من بيرنلي إلى هال سيتي قد تألق أيضا خلال المباراة الماضية أمام روثيرهام وأزعج الأسد الأطلسي دفاعات روثيرهام بسرعته وانسلالته حيث تم اختياره كأفضل لاعب في المباراة حسب مؤشر صوفا سكور العالمي والمتخصص في أرقام وإحصائيات كرة القدم وتحصل اللاعب المغربي على أعلى تنقيط في المباراة حسب مؤشر صوفا سكور حيث نال 8.3 نقطة تجدر الإشارة إلى أن الزروري كان قد وقع في كشفات هال سيتي بنظام الإعارة إلى غاية نهاية الموسم الجاري ترجمة نانسي قنقر